بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة شرح افضل خمس تطبيقات لهاتفك الاندوري وتطبيقات النهاردة تهم كل شخص اذا كنت لسه بادي او شغال على الاتيوب ففي تطبيقات دي تهمك وتهم الاشخاص الاخرين تطبيقات النهاردة تهم كل شخص وان شاء الله ستسعملها في حياتك اليومية وقبل ما نبدأ باتمنى منك لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولو اعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب لنا تعليق على زوك وانا برد على كل التعليقات وبعمل عليها لك يلا بينا نبدأ شرح التطبيقات اللي معنا النهاردة ورجعنا لكم تاني يلا بينا نبدأ شرح التطبيقات اول تطبيق معنا وتطبيق ده بتظهر لك اذا اي احد بعت لك رسالة على الواتساب او من اي مواقع تواصل اجتماعي بيزرر لك على شكل ايكونة علامة مسينجر فهو بالجنب الشاشة من غير ما تطلع من اي تطبيق اذا كنت انت في اي تطبيق بعد تحميل التطبيق ده من مطجر جوجل بيلي وان شاء الله سيكون سابلك رابط التحميل في وصف الفيديو نضغط عليه بعد ما نبدأ نديره التفعيل نمنع نحو تفعيل للإشارات نبدأ نشوف التطبيق فين هو التطبيق ده نبدأ وننفعله ونرجع تاني كنا كده التطبيق اتفعل ونبدأ تنعبع كده نبدأ التطبيق بعد كده نضغط عليك التخطي كله بعد كده نضغط عليها بيدينا العلامات انه هو بزر لك العلامات اللي بتبجي موجودة في التطبيق بعد كده التطبيق بيظهر لك بالعلامة دي هنا لو انت عايز تضيف صورة شخصية من عندك من على الموبايل او كده فهي انت من مجرد انك تضغط كده بص كده هي مجرد انك تضغط عليها كده وتروح فاتح معك تطبيقها بالشكل دي من غير من التطبيق ما يتيجي اي حد جنبه واد لا تخرج موجودة من الكلام ممكن تختار التطبيقات اللي انت عايز تضيفة في نضغط علي كلمة تطبيقات دي وبعد كده نضيف التطبيقات عندك xt 64 يمكن تضيف تطبيقات يضافت مτη اي دي تمر وعلى كل اي deeper وضيف جميع التطبيقات اللي تاختر علي بالك تضيف عليك فممكن ننزل وتطبيق التطبيق مثلا للوعات السبب اللي يكونا اهوت نضيفنا بعد كده نخرج تقدر تضيف تطبيقات كل اللي مانت تحتاج, وهنا الاعدادات تقدر تغير فيها زي ما انت عايز عايز مسح رسال عنده الظهور. كل التطبيقات تقدر تغيرها وتعمل كل اللي انت عايزه وتقدر تغير الصورة من هنا. فهو تطبيق جميل جدا. تعالنا نستعمل التطبيق ونشوفي هي شغال ولا لا. الكلامي صح ولا لا. تعال نخش ونعلى الواتس اوب تاني ونشوف الرسالة بتوصل ولا لا. نخش على التطبيق. ونضغط هنا. ونضغط نبعد كلمة هلا مسلا. عند شاشتك هي مكتبة تطبيق أخرى تتخبط تطبيق أخرى لفي Dorothy Ar tread the diet تتعدي ومه Villers فهو تطبيق ممتاز جدا فهو تطبيق ممتاز جدا تطبيق الثاني معنا يهم كل الاشخاص اللي شغالين على اليوتيوب او لسه ناوي يشتغل على اليوتيوب فهو تطبيق ممتاز جدا ممكن تجد تسامم لوجو او شعار لصفحتك على اليوتيوب او او مثلا لو انت عمل صفحة على بلوجر تقدر تضيفها عايز تعمل شعار او رمز على صفحتك على فيسبوك انستجرام وتطبيق ده بيعرض لك مجموعة من الاشعارات ممكن تستعملها ومجانية تقدر تستعملها وممكن تسامم شعار بنفسك بعد تحميل التطبيق ده من متجر جوجل بليه بنضغط عليه ونحمله ويبدأ يفتح معنا بالوجه دي بعد كده النزق نظهر لنا بالوجه الامامي دي عايز مثلا نتصمم عايز تشوف التطبيقات اللي عندك انا واحد من ناس ايه مصمم الشعار بتاعه هنا هو تقدر تشوف كل الاشعارات الموجودة وتصمم عليها زمن انت عايز نهاية جميع الاشعارات عن فهم في كل المجالات فهو تطبيق ممتاز واغلب صناع اليوتيوب مستعملين هذا التطبيق التطبيق ممتاز جدا والكل ما بيستعمله تقدر تسمم شعار على كيفك زي ما انت عايز اضغط على كلمة تصميم هنا وتخش تشوف التطبيقات بالمنزر دي نرجع تاني اضغط على كلمة التصميم تقدر تسمم من هنا كده وتضيف اي صورة وتسمم الشعار بتاعك فهو تطبيق ممتاز جدا لو انت عايزين شرح كامل لتطبيق ده سيبولني في تعليق تاعته ان شاء الله هشرح لك شرح كامل لتطبيق ده فتطبيق سهل جدا وممكن تستخدمه وممكن ازل لك شرح كامل بس انت تستخدمه لنا في تعليق تاعت لو انت عايزين له شرح كامل وتالت تطبيق معنا النهار ده وتطبيق ده تطبيق ممتاز جدا تطبيق ده ببحث عنه الجميع وتطبيق في لحظة ان يغير لك صورة من شكلك الى شغلك الكارتون هو تطبيق ممتاز جدا 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 مش هتلاقي ازايه فهو تطبيق ممتاز معنا الكلمة بعد بعد نتحميلك من ماتجر وجبليه بيتم التحميله وبعد كين نضغط على كلمة موصلة موصلة تاني يبدأ بحولk تظيف لك شرح الى زيون القطع الى الغسل الصلاحية. بعد كده نختار الصورة اللي احنا عايزين نحويلها. وليكن نختار الصورة دي. بعد سنسيبه لحظات عم يحمل. هو بتزارك الصور اللي عندك. اللي انك تقدر تستخدمها مثلا على الموبايل. وليكن نختار الصورة دي. بتزار لك اعلان بسيط زي كده. ويقول لك اه لحظة بسيطة وانت هو الاعلان. بنروح بعد كده انت تضغط هنا. بعد كده تختار المسافة اللي انت عايز تختار فقط تطبيق ويتحدد الصورة وتوديها. تصغرها طوالة زي ما انت عايز تكبرة زي ما انت عايز وهو تطبيق ممتاز. بعد كده نضغط على الكلمة موافق. بعد كده ياخد لحظات ويبدأ يحول من الصورة يحول لك من شكلك العادي الى شكلك الكارتون وهتشوف دولات المنظر ما هو منظر خرافي. فهو زي ما انت شايف فهو تطبيق ممتاز جدا. نبدأ نضغط على الخروج عشان يده يبدأ يزهر. بزارة كان علينا تتخطاه. بزارة بالشكل ده. انت ممكن تشغير الخلفية زي ما انت عايز من زرا تغير خلفات كلها من هنا زي ما انت عايز. مش عاجبين الخلفية عايز ان تression بها مندمجة تخيص لها كده. وانت شوف الاشتاء الله ده ما انتهي بعد كده تطبيق ممتاز جدا جدا. تقدر تغير الخلفية زي ما انت عايز. تقدر تخش على نظر الشكل الثاني. يزهارك بالشكل الخرافي ده فهو شكل ممتاز جدا. ولو انت عايز تحفظ ولحاجة بعد بعد ما تخلص عمال الصورة نضغط على كلمة التنفيذ هنا. بيبدأ يحفظ لك الصورة. التطبيق اللي معنا بعد كده ده اسمه تطبيق واحد وعشرين ده يعني واحد وعشرين يوم. التطبيق ده ممتاز جدا. بيبدأ يذكرك بكل شيء انت عايز تعمله ويبدأ لو انت تقدر تستخدمه في عائتك اليومية تعالى نبدأ ونشوف التطبيق مع بعض. بعد ان حمار مناطق جراجل البيلية نشوف انت نفتح التطبيق. نقود لعزات بيظهر لك بالعلامة دي انت تشوف انت عايز تختار بقاني اللغة بيدعم جميع اللغات هنا. اللي يكن هنختار اللغة العربية. بيقود العزات بفتاع مثلا بيحدد لك مثلا انت زكرا ونسا مثلا نضغط زكر مثلا بعد كده نحدد. بعد كده التالي نكتب يقول له اكتب اسمك. واللي يكن عايز تكتب اسمك الحقيقة تجد مش عايز تكتبه ليكن براحتك. هو اساسنا التطبيق امن. واللي يكن هنضغط اسماعيل مثلا. بعد كده نضغط على التالي. بعد كده نضغط على نيكست. بعد كده دون. بعد كده نبدأ اهي هيا بيق نبدأ. بعد كده بيظهر لك بالشكل ده هو بيظهر لك بالعلامات وفي şöyle يجب عليك pon 몇 الموجودين عنك على الهاتف. بيظهر لك بالعلامات ديت هو تطبيق ممتاز جدا. تمام. تمام. بعد ما بيظهر لك بالشكل ده نضغط على زائد. بيبدأ يظهر بتاعدي نهائي نبدأ بالاستراد .. بيتعلى تعطيب好了 بعد كده عنوان التحدي هو فى البداية بس في اوالا كده عشين نبدأ ويظهر لك كل الموجود عندك لكي يعلمك على التطبيق بعد ذلك نبدأ أن نأكل اليوم مثلا أنت عايز تعمل مثلا اليوم ونعمل مثلا اسماعيل بعد ذلك نبدأ انشاء ظهرنا بالشكل ده يدير روتين الصباح فقط نرى أنت عايز تخليه فكرة كل شيء يبدل لنفسك فهو تطبيق ممتاز جدا باستعماله الكثير بعد ذلك نأكل مثلا نأكل روتين الصباح فهذا التحدي سوف نشارك 21 عادة صباحية يعني 21 يوم وما تنفعش تغيرك بعد ذلك نضغط على الاول مثلا العادة بيقول لك تخطى الخدش نضغط على تخطى الخدش بيقول لك استمعي لك كمية التشغيرة المفضلة الليك اللي تجعلك في مهزكك جيد في الصباح لو انت عايز تكمل التحدي ماشي اضغط عليه اكتمل التحدي وتروح كاملة معاك كيف تمركب اسمار من أربعة يوروبا ستتجيب ألف يوروبش بعد ذلك نضغط على اغلاق لو انت عايز ترجع له تاني مش يريد تفتح معاك الا تاني يوم في نفس المعايد بعد 24 ساعة فهو تطبيق ممتاز جدا يقدر اذا كنت اذكر بشكل جيدة جدا على تطبيق وانت تقدر تختار حاجات تانية كالدراسة تطبيق ممتاز جدا تستخدمه بيرق زي ايه بيرفع بيرفع الاضاقة بيرفع الاضاقة بيرفع الاضاقة بعمل اما انت تقول لك تمان الان بيرر ارفع اضاقة والصوت من عالموبايل ولكن التطبيق ده يخصص لك انك انت تغير ترفع صوت محدد مثلا لتطبيق او فيديو او كلمة تشغيل موسيقى بصوت محدد ما بيغيرش عنه وتبدأ صوته عالي او واطلت ايه محدده ايه وتقدر ترفع الاضاء وتغير الشكل الاضاء لشكل ممتاز تعال بعد ما نحمل التطبيق نفتحه بعد كده نضغط هنا تشوف انت بجعز تخير الاضاء او تخلي التليفون ميل على انتجاه او تخلي ايه الصوت فهو تطبيق 3 في 1 تطبيق ممتاز جدا 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 واليكن تعال نشوف كل ايكون على واحدة ناخد الاضاءة بعد كده اللي دائم بشكل نضغط عليها سيف بعد كلمة سيف الزرنة بشكل قدامنا ده بنفعل الايكون اللي فوديت ونختار التطبيق اللي انت عايز تعمل فيه لشعار مسلا واليكن اللعبة ده مسلا احنا عزين نخليها مسلا بالصوت ويقول لك حدد الصوت اللي انت عايز الصوت اعلى صوت اعلى او 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 تصوت ثم نضغط على كلمة سيف ثم نرجع ثاني ونرى اي تطبيق ثاني ثم نعمل اللعبة انا كنت اعمل تطبيق ثاني هنا ونسايف على الصوت فهو تطبيق ممتاز جدا ثم نرى الايكونا البعدية ثم نضغط على كلمة سيف يبدأ يسايف معنا يبدأ يسايف معنا يقول لك انت ايز ان التطبيق يكون انت مدور الشاشة فيه مخصصا له ثم نضغط على التطبيق بعد tähän حين ان سنقوم بلطابق ثم نضغط على التعديل ثم نريد ان انتهاء وضع يمكننا ق kaloهو quantetzung ثم نضغط على كلمة سيف ثم نہ stare ثم نضغط على جديد اشاء مخصصا له ثم نزيلون ام ثم نرى التطبيق زي ما احنا عملنا كده احنا الكلامنا دي صحيح او لا. انخش على التطبيق اللي انا عملنا عليه. هتيجي تخش تلاقيه الليف معاك الشاشة على طول. اه يظهر معاك بالشكل ده. ساعد انه بيدك تشغل اي غني. بيدك ترفع الاضاء تلاقي الاضاء مرفوع مع نفسها ايه على طول من الواحدة مرفوع على الاخرى ايه. فهو تطبيق ممتاز جدا تقدر تستعاد ماله. وهو تطبيق تلاتة في واحد تقدر تستعمل التطبيق ده تلاتة في دي كانت كل حاجة معنا النهاردة. لو اعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس على الكل ليصل لكل جديد. وتشار الفيديو على اكبر عدد من اصحابك ليصل ليصل اكبر عدد من الناس وكل الناس اللي استفيد من الفيديو دي فهو تطبيقات ممتازة وتطبيقات رائعة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.